أنا فاكر البنك الأهلي عشان هو ده اللي هبدأ في الحديث مش البنك الأهلي نادي البنك الأهلي من نادي البنك الأهلي طبعا لو أشرف نصار لا لا احنا بنتكلم عن البنك الأهلي يلي بابنتكلم عن نادي العبش نادي البنك الأهلي في بدايات توليك المهمة كمدير كورو أنا فاكر كنت حتى في استوديوات تحلية في أونسبورت وكان يجينا المراسي يقول لك إيه أصلي فيه مشكلة في قط اللبس أصلي فيه أزمة وكان بانك العيل لو تفتكر أول ما بدأ كمان كان جايب صفاقات عظيمة جدا وعملت شغلة عظيمة جدا وانا عايف الناس كلها في البانك العيل بتشتغل طول الوقت ان اتطور الفريق بس كان في مشاكل بتحصل لما جيت الامور اتلمت وفاكل انا كان فيه بيننا مداخلة مرة والامور هديت انا مش انت يعني دي كانت ميكا وليس كان فيه بعض المشاكل والامور هديت من بعدها والامور الى حد كبير جيدة في نادي البانك العيل طيب بص انا فضل للنفسي انت واللي معاك لا يعني دايما من بداية من الرئيس النادي اللي هو عشر فنصار ومجلس الادارة شخصية محترمة جدا بالمناسبة جدا سيد محمد عمانيا موشف على الفرقة والعيبة والاجهزة الفنية اللي اشتغلت كل واحد بيحاول يقدر يعمل الشغل بتاعه بس كان انا خلي بالك انا ما بدأتش مع البنك الاهلي من الاول انا مسكت في نص لما صعدوا للدورة المتاز مسكت في نص الموسم انا بقولك انت النص الاولاني دوت بقى كان بيه شوية حيات كده كفرقة جديدة خلي بالك كانت ساعتها كابت محمد يوسف المدير الفني طبعا مدرب محترم جدا جدا وشخصية جميلة جدا عارف فرقة كانت ساعتها الدوري كمان فترة الكورونا جمعوا اللعيبة بسرعة ومن لندية مختلفة اشترى حوالي 25-26 لعيب اللعيبة مش عارفة بعض لا اطبع ولا شغل ولا لعب ولا حاجة وكان الدوري قبلها بتلات اسابيع جمعوا اللعيبة وبدأوا الدوري فما الفرقة ما لحقتش تستعد وما لحقتش ناس تتعود على بعضها فطبعا البداية ما كانتش كويس مشت الدنيا شوية وبعدين راح علي كابت محمد يوسف وجي كابت نخالد جلال استمرت برضو لايه الامور يعني لسه الكيميستري ما تعملتش فكان الفرقة في المركز قبل الاخير فانا كان لها معرفة شخصية باللي هو أشرف نصار هو كان متابعني وأنا مدير كورة في نادي النجوم في نادي النجوم كان لها تجربة نكحة وصعد للدوري الممتاز وكده كنا بنلعب ضد البنك الأهلي في الممتاز به فهو عرفني يعني فعلى فكرة أنا اللي عرضت عليه اللي أنا أمسك نادي البنك الأهلي اللي هو أشرف قلت له من بدري شوية قلت له من بدري شوية ستلوها يعني أنا شايف المنظومة دي حلوة وحرام إن هي ما تكملش فأتمنى لأنا أشتغل مع حضرتك ومع نادي البنك الأهلي أنا اللي قلت له عندي تصور ما وعندي شغل ما أعايز أعمله في المنظومة دي وبعدين أنا عندي لعيبة كتير في الفرقة صحابي وأصدقائي فكانوا بيحكوا لي يعني الدنيا بيأسفانوان يعني ما طولش عليك لا لا خالص بالعكس فأنت قلت إن أنا لو جيت أنا عندي تصور ماي خلينا لم الدنيا بالظبط حلو فاللوة أشرف حتى لي الموضوع صعب والدنيا وحن أقول إن شاء الله ما تقلقش خير سيبني الفترة دي بقى أنا كنت شغال في الراديو فاعتذرت عن الراديو عشان أبقى متفرغ لندي البنك الأهلي وربنا كرمني يا كريم يعني كرم كبير جدا صح دخلت مع الفرقة حتى كان عندنا مععص كان الدوري متوقف وكان نقس 11 أرماتش لمت الدنيا مع اللعيبة وخلينا قريبين صاحبتهم بنا صحابي يعني أنا سني مش بعيد عنه وكان ساعتها عاصم صلاح موجود كابتن الفريق واللعيبة الكبيرة والصغيرة وبامبو وقعود وقضت اللبس وقضت نخالة جلال وجهاز الفني وكده والدنيا آخر 11 ماتش عملنا يعني سيمفونية كسبنا حوالي 5-6 ماتشات وتعادلنا مع الأهلي وتعادلنا مع البيراميز وتعادلنا مع الزمالك خسرنا أنا فاكر ماتش واحد بس كان من MP3-2 وربنا كرمنا وقعدنا بفريق نقطة عن ودي دجلة كان عندنا إنما أنا مسكت كان عندنا 17 نقطة و18 نقطة وكان يعني موسم صعبة جداً بس ربنا كرمنا جداً في الفترة الأخيرة إن إحنا كلنا بقينا إيد واحدة وقضت اللبس بقت هادية ومجلس الإدارة بيساند الفرقة اللي هو أشرف نصار والسيس محمد والكابتن خالد واللعيبة وبقينا بنقاتل كنا بنروح الماتش يا كريم لو تعادلنا عنه ننزل فبنقاتل فربنا كرمنا وقعدنا وبعدها الموسم اللي بعده اللي هو أشرف يعني استقرب نفس الجهاز الفني كابتن خالد خدنا المركز السابع في الدوري كنا بنفس على الخامس والسادس توقعات كانت أعلى من كده كمان كمان اللي هو أشرف لسيك اللي عايزي بقتل من كده يعني كنا في إمكاننا بس حصل بعض برضو الأخطاء شوية ويعني خدنا المركز السابع وده كان مركز في تاني سنة دوري موسم التالب بقى كان فيه تصور تاني عندي وعند الإدارة إن إحنا بنطور بقى الفرقة وكذا وكذا بس طبعا الظروف يعني بدون ذكر أسباب الظروف ما ساعدتناش حصل تغييرات في الأجهزة كتير الكيميا ما مشيتش ومش عارفه أنا وبعدين جي بابا فاسيليو فبابا فاسيليو لما جيه ما كانش يعرفني فقال لك أنا ما بشتغلش مدير كرة مش عايز مدير كرة فمشيت فمشيت ممشيتش من نادي اللي هو أشرف احتفظ بي في منصبي كمدير رياضي فهم بس مش مدير كرة للفريق فهم بابا فاسيليو مدير كويس جدا وشخص فعلا رائع جدا يعني مدير كويس قوي عنده سيستم لعب وطريق أنا حتى بشبهه شوية بستايل كابتال حسن شعاتها في الكرة وكده فبعدت عن الفرقة شوية فطبعا في البداية بابا فاسيليو برضو عبال ما نسجم مع الفرقة فالأمور ما مشيتش بشكل كويس فبدأ بابا فاسيليو نفسه يعني كان لقى أشرف عايز يرجعني وكان برضو الفرقة دخلت برضو مركز قبل أخير ونفس الموقف بتاع السنة الأولى كان نقص 11 ماتش وعندنا 18 نقطة أو 17 نقطة برضو فبابا فاسيليو تكلم وكان كابتال محمد عبد الواحد اللي هو المدرب العام صديقي برضو كده فكان بيسمع يعني في النادي إن كريم ودوره كذا ما كان مدير كورة وكده فبدأوا يتكلموا مع الإدارة اللي حايزين نرجع كريم تاني واللي هو أشرف كان يعني مستني إيه إن الجهاز الفني يطلب يعني فالحمد لله رجعنا وبقى فيه تجانس جامد وربنا كرمنا برضو عملنا نفس اللي احنا عملناه مش كريم كنادي وك من اللي هو أشرف بيقعد معنا دايما في الوقت الصعب ده وبن كلنا كلعيبة العيبة رجالة جدا بنتكاتف وكده بس السنة دي كانت الظروف يعني صعبة شوية في النادي تغييرات الأجهزة كتير وكان على فكرة تغييرات إجبارية يعني كان مجلس إصدارة بيجيب مدرب بس الأمور ما بتمشيش فبيبطر يغير تاني مش بمزاجه رغم من نادي البنك الأهلي بيحب يستقره دايما لا هو مش بس يستقر أنا بحترم في النادي البنك الأهلي بصراحة من أول مصارد يعني ومشور الكلام ده عشانت قدامي حتى كنت مع اللوة 10 نصر وتروك كلمتين دول نوع نادي بيحاول يشتغل باحترافية كبيرة بالزبط في كل أدوات المنظومة يعني هتلاقي مثلا اللعيبة بيختار اللعيبة بشكل كويس وحسب معلومات طبعا هم نخش جوه اللعيبة دي بتاخد مستحادتها بشكل كويس بيبقى جهزة فنية محترمة لوح تانا النادي والنادي بقى محترم جدا نادي البنك الأهلي اللي بيتضرب عندنا لقاء قريب طبعا طبعا ده شرف لا نادي محترم حتى يعني يعني الإعلام يعني أنا بأخوز معلومة في البنك الأهلي عارف عرفها بسهولة مش اللي هو عضلت في حوالي نفسي عشان أعرف معلومة في البنك الأهلي لا كل حاجة قادر ليها على السفحات كل واحد عارف دوره اه مثلا كل حاجة بالزبط ولي هو أشرف على فكرة ومجلة الصدارة مدينا يعني لو أشرف بتعامل معنا كأب والله مش بقول كده عشان أشغل في البنك الأهلي او كده مدينا مساحة يعني كريم منت الحتة بتاعتك عارف دوره في النادي وعارف اخصصاته وفيه احترافية زي ما انت بتقولي ان كل واحد ما بتخطاش حدوده ماشيين في في الدائرة بتاعتنا او في الليمت بتاعنا وإن شاء الله السنة دي بقى حتشوف حاجة موعدة بقى مني حتشوف حاجة جامدة في البنك الأهلي أنا جاي لك في السنة اللي جاي السنة اللي جاي تدعمات كثيرة جدا وتدعمات مش كثيرة على فكرة لا أقصد تدعمات عفوا نكسيب مش بس ما أقصدش كثيرة أقصد كبيرة تدعمات كبيرة لعيبة مميزة لعيبة عندها خبرات لعيبة ممكن تبقى مؤثرة جدا الموسم اللي جاي السنة دي كمان كان فيه فكرة كويس قوي من إدارة النادي واللي هو أشرف ان احنا نتعاقد ما نعملش أرقام كبيرة في التعاقدات فكل اللعيبة اللي احنا أو 90% من اللعيبة اللي احنا تعاقدنا معها فري ما كلفش النادي ميزانية غير عقودهم غير لما بتشتري لعيب من نادي يعني أيمن أشرف فري جريندو عقده انتهى مع النادي المصري فري مدبولي عقده انتهى مع الإسماعيل فري معازل حناوي المدافع عقده انتهى مع المحلة فري حسن شهين حرس المقاولين عقده انتهى مع المقاولين فري ممكن اللعيب اللي دفعنا فيه بس الشرط الجزائي كان سيرجي أكا 2 مليلو نص وكان يعني رقم يعتبر قليل جدا طبعا 2 مليلو نص جنيه اه جنيه مش دولار ايو ايو عشان اقول ايب اردو بس حبيت اوضل السنة دي عاملين تدعيمات قوية وخلي بقى لك كل ده باختيار المدير الفني مستر بابا فاسيليو مع الادارة يعني صحيح ولسه فيه ان شاء الله خلال اليومين 3 اللاجين فيه صفقتين كمان بس هم مرتبطين بأندافة منحاول يعني نخلص مع عنديتهم فمع الابقاء على القوام بتاع السنة اللي فاتت اللعيبة والسنة دي كمان مستر بابا فاسيليو عامل حاجة كويسة جدا مش مع اي التلاتين لعيب قال لك احنا الكندي البنك الاهلي ببنلعبش في افريقيا ببنلعبش في الطولة العربية دلوقتي يعني في المفترة دي فليه اتعاقد مع تلاتين لعيب ويعني نصهم مايلعبوش فاحنا 22 لعيب او 23 لعيب السنة دي القايمة تركيز عليهم ومدابي الاجربي يحبوا كده عايز الملعب زحمة عشان في التدريب كل واحد ياخد حقه يبقى فيه تجانس هو عايز اهم حاجة يبقى عنده 22 او 23 فرقتين في كل مركز اتنين لعيب يبقى فيه منافسة ما بينه ومصعد خمس لعيبة من فريق الشباب 2003 و2005 في نادي البنك الاهلي السبعة دول او الخمسة دول يبقوا مع الفريق الاول ياخدوا خبرات واللي يبقى متميز منهم يبقى موجود مع الفرقة لو فيه اصابات لا قدر الله فيه اقافات يلاقي ممكن واحد او اتنين يكون بيلعبوا كمان ويخشوا في المطشات يعني